ملف جديد يفتحه الراي يتمحور حول الاعتداء على الازواج الكويتيين اعتداء من الجنس اللطيف وهو ما تشير اليه الاحصاءات المختلفة سواء من وزارة العدل او من المخافر فيما يلجأ الرجال الى القضاء لنيل حقهم الذي لم يستطيعوا اخذه بايديهم من الزوجات المتسلطات نتابع في تقرير خالد الفارس تعنيف الرجال من قبل النساء مسلسل عاد الى الواجهة من جديد بتسجيل وزارة العدل اكثر من 110 حالات ضرب للازواج من قبل الزوجات على الاغلب اصبح ترويض الجنس اللطيف امر يستصعبه بعض الرجال نتيجة جملة من الامور الاجتماعية والمادية وامور اخرى نفسية واخلاقية وغيرها له صلة بالعلاقة الجنسية بين الازواج فاصبح البعض منهم يتجه الى القضاء لنيل حقه بينما يقضي مؤخرون غيظهم خشية الفضيحة تقريبا من شهر ثلاثة الماضي 2016 لشهر اثنين 2017 تعدت طبعا الحصائية ومزارة العدل 110 اللي هي اعتداء الزوجات على الازواج وهذه ظاهرة غريبة في الخليج وكذلك في الدولة العربية بسبب عدم التفاهم او عدم الانسجام بين الازواج هي سببت هذه الامور عرضت علينا مثل هذه الامور امور كثيرة ولكن تعرف ان هذه الحساسيتها جدا تكون بسرية تامة مما يتعرض له الاخوان من الضرب والاعتداء عليهم من قبل زوجاتهم وفي حال ثبوت عملية الاعتداء من قبل الزوجة على الزوج ينال الزوج حقه بحكم القضاء اذا ثبت للمحكمة الاعتداء المفرط من الزوجة يكون له الحق الانفصال وبدون التعويض حتى لا يحق للزوجة ان يكون له حقوق مترتبة على الزواج والطلق هذه الاشياء تفقدها حقوقها الزوجية المرتبة على ذلك الامور الشارع الكويتي يرى ان العلاج النفسي امر ضروري للذين يتجرعون علم الاعتداء من زوجاتهم اللي ينتقم زوجة هذا ما هو رجل واذا فيه حالات هذا المفرط يعرض نفسه على خصائي نفسي هو عارف نفسه مئة بالمئة اكيد المفرط انه ما تزوج من الاساس قاعد عزوبي افضل اخرون لهم وجهة نظرين اخرى حسب جمالها حسب الرياءة ومعقولة ريالة تحمل ضرب مبرح من مرة يعني ما يقل شيء ما يقل اذا ما في حل ثاني يعني انه ينفصل عنها احسن ما اعتقد انه رجل يعني صراح ما في رجل ينضرب من زوجته الا يعني مو بقى موس الرجولة ما في ابد لا تعليق بس يحصل في الزمن هذا قاعد تبدلت الامور كثيرا بغيامنا وفاهيمنا الخطى اللي سواءنا ما في خير والمرأة تعرف الرجل وعندنا مثل يقولك الفرس بفارسها فالفارس ما في خير في العالم العربي موجودة اكثر من غيرها يعني وعلى عكس ما جاء به المثل الكويتي القائل طقاق روح ما يبشي فقد بكى الزوج واشتكى من الضرب فانصفه القضاء خالد الفارس الراي